بالعكس أعتقد بأن فلاديمير بوتين استفاد كثيرا من اقتراب الغرب من الجزائر أو تعزيز العلاقات الجزائرية بين الغرب لأن دخول الجزائر في أي مجال استراتيجي حيوي سيجعل من التوترات تنخفض كثيرا والجزائر لديها دور كبير في التقليل من حدة احتقال الأزمات وبالتالي لاحظنا في خلال هذه الأزمة الأوكرانية زيارات على أعلى مستوى من روسيا إلى الجزائر زيارات من فرنسا من الولايات المتحدة الأمريكية وهذا يعكس المكانة والاهتمام الكبير بين الجزائر لأن روسيا مثلا تحضر لمرحلة ما بعد أوكرانيا لعالم متعدد الأقطاب عالم تحالفات والجزائر أصبحت مهتمة بالانضمام إلى البريكس أو ربما مستقبلا إلى منظمة شينغهاي ولا ترفض كذلك الانخيرات مع الغرب في الشراكة الجزائرية الأوروبية عبر المتوسط وحتى عبر الأطلسي لأن الجزائر تستغل هذه الأزمات لتحسين علاقاتها واقتراح نفسها رفقة العديد من الدول المتحدة